اجتمع وزراء خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جتان يأتي ذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة تطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة العلاقة الدبلوماسية بينهما المبرم في مارس الماضي هذا وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة